الخروج من أفغانستان استحوذ على حيز كبير من جهود الدبلوماسية الأمريكية في العام 2021 وعملية الإخلاء شكلت ضغطا كبيرا على مسؤولي وموظفي الوزارة الذين تولوا زمام إخراج آلاف الأمريكيين المدنيين والأفغان في أكبر عملية إجلاء في التاريخ وقادت الخارجية الأمريكية في نفس الوقت التنسيق مع العديد من الدول وحركة طالبان لضمان أمن ومستقبل الخارجين وإعادة توطين بعضهم في دول ثالثة أعتقد أنه يجب النظر إلى أفغانستان كفشل دبلوماسي أرادت الولايات المتحدة ترك حكومة تتقاسم السلطة قبل سحب القوات الأمريكية ولكن الحكومة التي دعمتها الولايات المتحدة انهارت والجيش الذي دربته انهار وحركة طالبان سيطرت بالكامل على البلاد ولم تشكل حكومة جامعة وهذا ما لم تكن إدارة بايدن تريده العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي خرجت منه إدارة ترامب شكلت هدفا دبلوماسيا ثانيا عملت عليه الدبلوماسية الأمريكية عام 2021 وما زالت لكن سبع جولات من المحادثات في فيينا أظهرت أن هذه العودة ليست سهلة ما رأيناه حتى الآن هو إهدار لوقت ثمين من قبل إيران من خلال تبنيها لمواقف جديدة تماما لا تتوافق مع العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لا نزال حتى هذه اللحظة نسعى وراء الدبلوماسية فهي الخيار الأفضل لكننا في تواصل مستمر مع خلفائنا وشركائنا لمناقشة البدائل واستحوذت النكسة الديمقراطية التي تعرضت لها العملية الانتقالية في السودان وأعمال العنف والقتال وانتهاكات حقوق الإنسان في أثيوبيا على اهتمام كبير من قبل كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وجاءت الحشود الروسية على الحدود مع أوكرانيا والتهديدات باجتيحها لتزيد من مخاوف وانشغالات الإدارة الأمريكية موقف الولايات المتحدة هو أن روسيا لا يمكنها أن تقرر أي دولة يمكن أن تصبح جزءا من الناتو وأعتقد أنه سيكون من الصعب على إدارة بايدن التراجع عن ذلك وإذا أضفنا إلى ذلك تعزيز التحالفات مع دول أسيوية مع ارتفاع نسبة التوتر والمنافسة والخصومة مع الصين وبنسبة غير قليلة مع روسيا لتبين أن العام 2021 كان عاما صعبا بالنسبة للديبلوماسية الأمريكية إضافة إلى كل ما تقدم شكلت تغير المناخي ومواجهة جائحة كورونا أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية وقامت الإدارة بعقد مؤتمرات وقمم لحث الدول على العمل لخفض الإنبعاثات الحرارية بعد العودة إلى اتفاق باريس وقامت السفرات الأمريكية في العالم بتوزيع ملايين اللقاحات مجانا لمواجهة الوباء ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن